أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كما دع الحكومة لأن تكون مشروعات القوانين منضبطة على ذات النهجة وخلال مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي أشر رئيس المجلس إلى حرفية الصياغة أو حرفية الصياغة التشراهية التي ظهرت جالية في صياغة مواد هذا المشروع في نهاية مناقشة مشروع القانون أثمن غاليا ما طرحه مجلسكم المؤقر من رؤى أثرة المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة وإذ أشيد في هذا المقام بسيادة النائب طارق ردوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مقدم مشروع القانون على حرفية الصياغة التشريعية التي ظهرت جالية في صياغة مواد هذا المشروع والتي تعد مثالا يحتزى به ونهجا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى أيًا كانت حتى لا تكون التشريعات حجرًا عسرة في طريق الحكومة نفسها نظرًا لما سينطوي عليها من صعوباتٍ في التطبيق وأؤكد أن التشريعات ليست غاية في ذاتها وإنما هي الطريق إلى بنيانٍ تشريعيٍ قويم يبتغي المشرع من خلاله تحقيق أهدافه